اشتركوا في القناة ونترحم على أرواح شهداء ثورة السابعة عشر من فبراير وندعو بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين وعودة المفقودين والمختطفين فإننا نؤكد على ما يلي أولاً نبارك الانتصارات الباهرة التي يسطرها الثوار الأبطال ونشيد بالتضحيات الكبيرة التي قدموها من أجل تحرير مدينة سرط من مجرمي الدواعش التكفيريين ثانياً نؤكد على تمسكنا بمبادئ وأهداف ثورة السابعة عشر من فبراير وبناء دولة مدنية تقوم على أساس التداول السلمي على السلطة لا مكان فيها للانقلابات وحكم العسكر ثالثاً نؤكد على حرية ووحدة دولة ليبيا وسيادتها ونرفض أي تدخل أجنبي فيها وندين بشدة أي دعوات للتنازل عن أي جزء من أرضها أو ثرواتها رابعاً نؤكد على الالتزام بأحكام القضاء وعودة المؤسسات الشرعية وندعو المؤتمر الوطني العام وحكومة الإنقاذ إلى ممارسة المهام المخولين بها وذلك لفترة مؤقتة يتم خلالها وضع برنامج عملي يضمن الانتقال السلمي والقانوني للسلطة خامساً نؤكد على مخرجات الملتقيات الثلاث للوفاق الوطني الليبي وما صدر عنها من بيانات ومبادرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وعاشت ليبيا حرة أبية موحدة مجلس حكماء وأعيان مصراته صدر بمدينة مصراته بتاريخ الحادي والعشرين من شهر الله المحرم الف واربعمية وثمانية وثلاثين هجرية الموافق للثاني والعشرين من شهر اكتوبر الفين وستاش ميلادية والله المستعان والله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد